فهنعمل النهاردة كيكة لذيذة قوي بجوز الهند وبالبرتقال تعالوا نشوفها عشان نعملها عايزين ايه؟ عايزين اربع بيض رشة ملح فانيليا واحد ونص كوب باية سكر واحد كوب زيت واحد كوب زبادي اتنين ونص كوب دقيق نص كوب باية جوز هند تلات معالي صغيرين بايكينج باودر وللتقديم ممكن نحط شوية مربة جوز هند مربة برتقال قصدي بالجوز هند بس انا قررت بدل ما نحط مربة البرتقال جوه برا الكيكة قررنا نحطها جوه الكيكة طيب هنحط دلوقتي البيض اللي عندنا اربع بيض وهنحط معاهم السكر وهنحط معاهم الفانيليا خلينا نفكهم شوية كده لغاية ما اللون يفتح شوية قبل ما عبتدي احط الزيت بس عايز اوريكو القوامل ازاي يفتحه وحجمه بقى اكتر وكمان ممكن نسيبه اكتر من كده شوية يتخفق برضو هيفتحها اكتر وهيوصل لون قريب من الابيض تمام؟ هنبتدي بدلوقتي نحط الزيت هنحط دلوقتي الزبادي جباية الزبادي عندنا بقى هنا جوز هند والدقيق والباكينج فاودر ورشة الملح تمام التمام احنا كده بقى عندنا كيكة لذيذة جدا اهي طيب شوفوا بقى بتقدروا بتحطوها كده زي ما هي ونحط زي ما اتفقنا المربا والجوز الهند على الوش بتقدروا تحشوها بالمربا زي ما انتو عايزين يعني هي في الاتنين لطيفة هناخد دلوقتي الكيك بتاعنا بنكون رشينه او حطين له ورق زبدة يعني الطريقة اللي بتريحكو او ده هنتوب شوية زبدة او زيت وشوية دقيق وهنحط الخليط بتاعنا هنا والكلام ده بقى هيدخل على الفرن على درجة حرارة 180 بتقعد تقريبا ساعة لان هي حجمها نوعا ما اه كتير فبتقعد من ساعة لساعة وعشر دقايق كمان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة